متتبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 53 المحرار واستعمالاته لتغمومات إسي زيتوليزاسيو المحرار واستعمالاته لكن قبل أن ننتقل إلى التساءل سنقوم بتذكير الأهم ما رأيناه في الحصة الماضية التبادل الحراري فقلنا أثناء التبادل الحراري تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حيث يفقد الجسم الساخن الحرارة بينما يكتسبها الجسم البارد فنحصل على خليط دافئ إذن نعود إلى هذه الصورة ولاحظوا هناك محارير متنوعة لاحظوا جمعة من المحارير المتنوعة تختلف طريقة استعمالها لقراءة درجة الحرارة فهذه المحارير فتختلف طريقة استعمالها لقراءة درجة الحرارة إذن سنتسأل سنتسأل عن كيفية استعمال المحرار لكي أعين درجة حرارة سائل أو درجة حرارة الجسم إذن كيف كيف أستعمل المحرار كيف أستعمل المحرار لقياس أفترض أن نطبق مجموعة من المراحل الشائعة على الاستعمال الاستعمال المحرار إذن وطبقوا مجموعة مجموعة من المراحل الشائعة إذن المعروفة إذن نقطة نقلنا كيف أستعمل المحرار لقياس درجة الحرارة افترضنا أطبقوا مجموعة من المراحل الشائعة أتحقق أولا أكتب أجزاء المحرار في المكان المناسب باستعمال الكلمات أنبوب خزان حامل المدرج سائل المحرار إذن سنكتب أسماء هذه الأجزاء ونبدأ بهذا الجزء إذن هذا الجزء يسمى خزان خزان أما هذا الجزء السائل الأحمر فهو سائل المحرار إذن سائل المحرار سائل المحرار أما هذا الجزء فهو أنبوب إذن أنبوب ثم هذا الجزء فهو حامل المدرج إذن حامل في تدريجة حامل المدرج حامل المدرج حامل أجزاء المحرار ثانياً أحيط الوضع السليم للعين لقراءة درجة الحرارة فالوضع السليم لقراءة درجة الحرارة هو جعل العين في نفس مستوى سطح السائل إذن جعل العين في نفس مستوى سطح السائل المحراري هذا هو السائل المحراري كيخصناً نحط العين في نفس مستوى السائل المحراري لقراءة درجة الحرارة إذن الوضع السليم هو هذا الوضع هذا الوضع الثاني لأن العين جاءت في نفس مستوى سطح السائل المحراري ونظروا على هذا الوضع الثاني وضع العين للقراءة قلنا هو واجعلها في نفس مستوى سطح السائل المحراري لقراءة درجة الحرارة ثالثا أقرأ درجة الحرارة وأكتب النتيجة تحت كل محرار إذن فقلنا لقراءة درجة حرارة سائل أو لقراءة درجة الحرارة في المحرار نجعل العين في نفس مستوى سطح السائل المحراري نجيب ونضع العين دينا في نفس مستوى سطح السائل المحراري وحدة درجة الحرارة هي سيلسيوس ورمزها بهذه الدرجة درجة سيلسيوس إذن هذا المحرار فدرجة الحرارة التي يشير إليها 30 درجة سيلسيوس 30 درجة سيلسيوس 30 درجة سيلسيوس أما هذا المحرار فلاحظوا عندنا صفر 10 15 إذن 15 درجة سيلسيوس هذا المحرار نبدأ من صفر إذن 10 ولكن السائل جافت تدريجة إذن 5 6 6 درجة 6 درجة سيلسيوس نمر إلى صفحة 54 رابعاً أكتب أجزاء المحرار الرقمي في المكان المناسب باستعمال الكلمات مسبار شاشة رقمية زر التشغيل إذن فهذا المحرار فهو رقمي فكي يعطينا الدرجات في هذه الشاشة هذه لحظوا هذا زر إذن زر التشغيل هذه البطنة فإن كي نشغله زر 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 التشغيل زر التشغيل زر التشغيل شاشة رقمية فهذه الشاشة فين كنقرى درجة الحرار شاشة رقمية شاشة شاشة رقمية ثم هذا الجزء هذا مسبار مسبار خامساً أرتبوا الصور بوضع واحد اثنان ثلاث اربعة في المكان المناسب لأبين مراحل تعيين درجة حرارة مريض باستعمال محرار طبي إذن لتعيني درجة الحرارة كنتبعوا مجموعة من المراحل فالمرحلة الأولى قد نلحظوا فات الصور أولا ثم سنكتبوا واحد في المرحلة الأولى تنظيف المحرار المحرار تحت الإبط قراءة درجة الحرارة تهيئ الأدوات المستعملة إذن أول مرحلة نهيئ الأدوات المستعملة بعد نهيئ الأدوات المستعملة ننظف المحرار بعد نضيف المحرار نضع المحرار تحت إبط هذا الطفل ثم نقرأ درجة الحرارة فدرجة الحرارة 39 درجة سلسل إذن فدرجة حرارة هذا المريض مرتفعة قياس درجة الحرارة وهي المرحلة الرابعة استخلص المحرار جهاز يستعمل لتعيين أو قراءة ماذا؟ فهو يستعمل لتعيين أو قراءة درجة الحرارة درجة الحرارة نقطة لقراءة درجة الحرارة تكون العين في نفس مستوى ماذا؟ للسائل في نفس مستوى السطح الأفقي للسائل لتعيين درجة حرارة جسم ما نستعمل محرارا ذا سائل للمحرار لفيه السائل أو محرارا رقميا كل المحرار اللي كنقرأ فيه درجة الحرارة المحرار الرقمي لتعيين درجة حرارة جسم الإنسان يوضع مصبار المحرار مصبار المحرار في مكان بالجسم بالجسم كالإبط ونقرأ درجة الحرارة على شاشة رقمية لنستعمل المحرار المحرار الرقمي على شاشة رقمية لتعيين درجة حرارة السائل نضع المحرار أو المصبار داخله نضع خزان المحرار نضع خزان المحرار الخزان دي المحرار لفيه السائل أو المصبار داخله عند استعمال المحرار ذي سائل نلاحظ التدرجة التي يصعد أو ينزل إليها المحراري التي يصعد أو ينزل إليها السائل المحراري عند استعمال المحرار ذي سائل نلاحظ أن التدرجة التي يصعد أو ينزل إليها السائل المحراري كاللهmidt هناك التدرجة التي يطلع أو الذي ينزل إليها السائل محراري كلمات مهمة محرار thermomètre درجة الحرارة température سطحن افق surface horizontale محرار انطبي thermomètre médical خزان réservoir un bobون زجاج tube en verre حامل المدرج support gradué سائل المحرار liquide thermomètre misbar sand استثمرو جو coche لكاز دي bonne position دي thermomètre pour déterminer la température دول اذا غادي نكوشي الوضع المناسب دي المحرار لقياس درجة حرارة الماء فلاحظو المحرار فهو مقلب إذن فهذا الوضع خاطئ كاللحظو المحرار يقايس كي يلمز جدار الإناء فهذا الحالة هذه يعني فهذا الوضع هذا فهو وضع خاطئ فلماذا لأن لتعيني درجة حرارة جسم سائل يجب غمر خزان المحرار في السائل فكنزو خزان المحرار في السائل دون لمس جدران الإناء بلا ميقس جدران الإناء إذن هذا الوضع فهو خاطئ ثم الانتظار إلى أن يستقر سطح السائل المحرار كأن تضرحتك يستقر سطح السائل المحرار وجعل العين في نفس مستوى سطح السائل المحرار لقراءة درجة الحرارة إذن الوضع الصحيح هو هذا فكنلاحظو الخزان خزان المحرار مكيقس جدران الإناء ثم كما قلنا ننتظر إلى أن يستقر سطح السائل المحرار ونجعل العين في نفس مستوى سطح السائل المحرار لقراءة درجة الحرارة وبهذا ننهي تمارين صفحة 54 نلتقي في صفحة 55 أغفا شكرا